هي سياسة العصى والجزر التي تتبعها الولايات المتحدة مع إيران وميليشياتها في العراق بتهديدات متصاعدة من جهة ودعوات من نزارة الخارجية الأمريكية لجميع الأطراف في العراق بتسليم أسلحتها والتصرف بمسؤولية الأطراف التي لم يسمها بيان الخارجية الأمريكية هي الميليشيات التي باتت تمثل قوة توازي قوة الجيش والشرطة الحكوميين لكنها في نفس الوقت تجاهر بولائها لإيران وتصر على التصرف خارج سلطة الحكومة ظهر ذلك جليا في سلسلة الاستهدافات المتكررة التي تعرضت لها المصالح الأمريكية والبعثات الدبلوماسية في الأشهر الماضية وهو ما أوقع الحكومة في حرج شديد ويبدو أن واشنطن التي طراحت في الأونية الأخيرة خيار إغلاق سفارتها في العراق وحذت حذوها دول أخرى ومنظمات دولية متعددة قد لجأت إلى خيار مخاطبة الميليشيات بصورة مباشرة ذلك بعد أن أذركت عجز حكومة مصطفى الكاظمية عن تحجيم نفوذها المتزايد أو على الأقل إقاف تهديداتها وهجماتها التي تأتي في سياق الصراع المصالح الأمريكي الإيراني الذي وجد في العراق مرتعا له لجوء الخارجية الأمريكية إلى مخاطبة الميليشيات بهذه اللهجة قد يبدو مقصودا من جهة رغبة واشنطن في إنهاء استحقاق الانتخابات الرئاسية بدون التشويش وهو ما بدت إيران حريصة عليه كما قد يفسر بأنه محاولة لاستنفاذ جميع المحاولات قبل توجيه أي ضربة قوية صار الحديث عنها الشغل الشاغل داخل الأوساط السياسية في العراق بعد أن نفضت إدارة ترامب يدها من قدرة حكومة الكاظمية على أداء هذا الدور ومع استبعاد فرضية قيام تلك الميليشيات بتسليم سلاحها كونها تمثل رأس حربة طهران لإبقاء مشروعها في العراق والمنطقة فإن الأمور تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات بانتظار الكيفية التي ستدير بها الإدارة الأمريكية القادمة دفة الصراع دفة الصراع